هرجع تاني لفرقة النادي الاهلي وحاك قلتلي على انه موسيماني الى حد كبير انه ممكن كنت بكلم في ده في اول حلقة اعتقد خد فترة كافية جدا من ساعة ما تولى المسؤوليات النهاردة انه يحكم وانه يقيم وانه يكتشف مواطن القوة والضعف فيه الفريق ككل وفيه العناصر بشكل فردي منتفق حاج معي؟ طيب لما اجي اتكلم على مشوار كاس العالم هل حاج شايف انه اداء الاهلي مطمئن بالنسبة لحضرتك؟ هل شايف انه محتاجين نشتغل على حاجات معينة؟ هل شايف انه محتاجين ندي فرصة اكتر للعيبة معينة؟ لو جاوبنا على سؤال الاهلي في كاس العالم عاز اقولك انه هو راجل شجال يعني هو راجل عنده ملفات بيشتغل عليها يعني هو عنده ملف الدوري العام دلوقتي بيحاول انه هو يكسب كل المباراة يمكن بيجرب طرق اللعب زي موتيت لك احمد اربعة تلاتة وبعدين رجع الاربعة تلاتة واحد ودي الطريقة اللي بتناسب لعبة النادي الاهلي بشك كبير جدا لكن هو طبعا ظروف يمكن الاصابات هي اللي بتخليه بيبدأ يفكر في تشكيلات اخرى في طرق اللعب لكن عاز اقولك انه هو بيحاول على الدم بيقدر انه يرجع اللعيبة لما كانها طبيعي من ناحية الفورمة الرياضية من خلال اشتراك المباريات وطول ما احنا عندنا سبات في التشكيل وسبات في الاداء ده اللي بيخلينا نروح لكاسة العالم احنا مطمنين يعني النهاردة فيه شيء من طمأنينة فيه شكل واداء النادي الاهلي واللي مساعد كده كمان يحمد انه كنت عندك لعبة مميزة يعني لعبة من احسن اللعبة اللي موجودة انا في رأيي في العالم العرب والعالم الافريكي بصراحة يعني النخبة اللي موجودة عليها لعبة النادي الاهلي اللي هم التلاتين لعيب باعتبروا من اميزة التلاتين لعيب اللي موجودين في العالم العربي والعالم الافريكي وده اللي بيساعد المدرب بشكل كبير جدا انك انت تقدر تشكل زي ما انت عايز مهم جدا المدير الفني يبقى فاهم التركيبة بتاعت يعني ايه بتاعتلي جزء كبير جدا من نجاح حد مثلا زي جوزي مع النادي الاهلي هو انه فهم العقلية فهم تركيبة اللعيب المصري وقدر انه يطلع احسن ما فيه بالزبط ممكن الجيل ده العيبة مثلا زي الحضري العيبة زي ابو تريكا العيبة زي واي الجمعة والد جدا كانوا مع مدرب تاني ما كانوش وصلوا للمرحلة الكبيرة دي من التقلق يعني بتاعتلي فيه دور مهم جدا للمدير الفني في الناحة دي طبعا طبعا انه هو مقنع بشكل كبير من خلال شخصيته وشخصيته قوية وبيعرف يتعامل مع النجوم دول بشكل احترافي وهو كمان عنده عدالة وشفافية بيدي كل ناس حقه فده اللي مخلي اللعيبة بتعمل برضو مع نجوم مع نجوم نجوم على اعلى مستوى صحيح فده اللي بيخلي اللعيبة تقرب منه بشكل كبير ثانيا هو كمان يحمد من الجانب التكتيكي بيذاكر بشكل كبير جدا كل الفرق ولما بتذاكر كل الفرق بشكل احترافي بتساعدك كتير جدا في ادارة المباراة فهو من ضمن الحاجات اللي بيعملها مستر موسوماني وحريص عليها جدا ان هو بيذاكر كل فرقة من ناحية الفنية من ناحية البدنية من ناحية تكتيكية طرق اللعب الحاجات الإيجابية اللي موجودة في الفرقة الخصم الحاجات السلبية اللي ممكن يقدر يستغلها وكلام ده بيبدأ ينقله للعبة بخلال المحاضرات حتى هو كمان من ضمن الحاجات اللي بتساعده بشكل كبير جدا ان بعد المباراة على طول بيدقل الفرقة ما بيستناش بيستناش تاني يوم يعني يجتمع بالفرقة ويحاول يحط يده على الحاجات الإيجابية اللي هم عملوها من خلال الجيم والحاجات السلبية اللي ظهرت ازاي هو يقدر يعلجها من خلال التدريبات من بعد المباراة فكل ده بيحط اللعبة في أجواء احنا بنسميها الاعداد الزهني يعني بالتركيز لعبة النادي الأهلي الحمد لله كلها مركزة بشكل كبير ولو ما ركزوش دوقتي يا كابتل ماهر ممكن يكون مركزين امتى يعني بتهالي في نهاية الأسبوع اللي فات بعد مطش الانتاج الحربي كنت بتكلم على انه الأهلي في المطش ده كان كل حاجة وعكسها يعني شوط أولاني خالي من أي حاجة لي على أقل بفرون كرة القدم خالي من المتعة خالي من الأهداف خالي من الأداء شوط تاني يكاد يكون مبهر على كل المستويات كرة ممتعة أهداف حلوة وملعوبة تحرك بكرة وبدون كرة يعني تحاس انه غير الحداشر تماما